المواد الغدائية الكثير من المواطنين وخلال هذه الأيام لما تكلمنا معهم يقول لك ما فيش تغير في الأسعار مقارنة ببداية رمضان لأنه المعروف أنه بداية رمضان الأسبوع الأول يكون فيها ارتفاع بما أنه كثرت الطالب وبعدين يعني بعد أسبوع أو أسبوعين ينخفض الطالب وتنخفض الأسعار هذا العام لماذا أسعار الخضر والفواكه أسعار المواد الغدائية ما زالت ملتهبة لحد الآن نحن في الاتحاد عام التجاريين مع الأمانة الوطنية وحتقية السيد الأمين عام جماعة طاكليش نحمل المسؤولية المطلقة لمعالي وزير التجارة لأنه هو لم يشاركش استثناء يعني الفعيل الأساسيين في الاتحاد التجاري يقترح اقتراحات يبناء لتنظم الأسواق وليتخلي المواطن يتكيليبرا في المصرف تاعه كيف ما شارككمش يعني لو شاركوا كانت عندكم أفكار نعم عدنا أفكار وقدمنا أفكار في ندوة الصحفية وتكلمنا عن جوهر الأسباب لخلات الأسعار ترتفع منهم الوكارات الحصريين منهم الديستريبيتور التعصيناعيين والمنتجين الكبار اللي استثنوا تجار الجملة والتاجر الجملة اللي عبدالله مهم في توازن الأسواق الوطنية لأنه أصبح تاجر الجملة مستعبد يخدمه مينبا مينبا أن دينار حتى صباحي كافح من أجل البقاء وسابقا كان تاجر الجملة هو اللي يدير ديمهم التموين المواد الغذائية والفلاحية والملابث الكوتي في الأسواق الحضرية والنائية لكن هذا الشيء ما فهمناهش نعم تخبر تجار الجملة تنزل عند تجار تجزي يقول لك أنا خاطين يشوف تجار الجملة وما يرفعوا في الأسعار ما فهمناش عن هذه المعادلة دوك نشخص لك الأمور مواطن يعني ما يفعل أخي هارون الأمور بدقة يعني الصناعي الكبير اللي عنده مصنع كبير ويصنع مادة معينة ومحتكرة للسوق تأي أقل يعني الصناعي هذا عنده شركة نقل والتوذيع كما نقوله بين قوسين لعب حميدة رشام حميدة يعني هو اللي يبيع المساحات لسيبيرات بأسعار أقل وترجز الجملة اللي يشري عليه بفوطرة يبيع له بسعر مرتفع والزيادة على ذلك هو إجداره فرطه في كل ولاية وكيل حصري لذلك المنتوج يعني تاجر الجملة ما عندهش حق يشري مؤسسة الأم يشري على ذلك الواكيل اللي يضرعه في السوق وهذا الواكيل يمشي عسل تقلبات الأسعار الطلب والعارض يعني إذا كان طالب مرتفع يعني بينقص السلعة ويخلل أسعار تطلع باش يدي الفيدة ليه بسعر أنا كتاجر في السوق ونروح ندير بطاقة زابون في المصنع يعني من المستحيل ليش يعطيك السلعة ولا تشري عليه هذا اللي يخلل الأسباب وخلل التوغل على بطن الجزائريين هذا هو المشكل الحقيقي وحنا تكلمنا فيه ولكن أنا يشوف معالي وزير التجارة في بداية دخول شهر رمضان تقدم إلى الصناعيين الكبار لأسواق الرحمة وهي في الحقيقة استدارة على الواقع المر بإفرازاته الكاريتية ونقائسها في الأسواق الوطنية